أسبوع واحد من موعد الحرية المنشود أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مقر حكومته وبرفقة فريق المستشارين الصحيين على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا في إنجلترا بدءاً من الاثنين المقبل وطلب من المواطنين الحيطة والحذر أثناء ممارسة أعمالهم اليومية هذا الوباء لم ينتهي بعد هذا المرض فيروس كورونا لا يزال يحمل مخاطر لكم ولعائلاتكم لا يمكننا ببساطة العودة على الفور يوم الاثنين التاسع عشر من يوليو إلى الحياة كما كانت قبل كورويد سنلتزم بخطتنا لرفع القيود ورفع قواعد التباعد الاجتماعي ولكننا نتوقع وننصح الناس بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة وزير الصحة البريطاني استبق مؤتمر جونسون وأكد إنهاء الإجراءات أمام أعضاء البرلمان مبرراً الخطوة بأنها اتخذت بناء على تكثيف عمليات التطعيم وتراجع أعداد الإصابات الشديدة وقدرة قطاع الصحة على التعامل مع أعداد الإصابات وأخيراً لا سلالة جديدة تثير القلق قمنا بفحص البيانات بناء على أربعة اختبارات ونعتقد أن الوقت مناسب للعودة إلى الحياة الطبيعية لذلك سننتقل إلى المرحلة التالية في خارطة الطريق في التاسع عشر من يوليو وللذين يسألون لماذا الآن أقول لهم إن لم يكن الآن فمتى لن يكون هناك أبداً وقت مثالي لأننا ببساطة لن نستطيع القضاء على الفيروس المعارضة بدورها انتقدت الخطوة الحكومية لإنهاء الإغلاق التام وحذرت من مخاطرها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات نريد أن نرى إعادة فتح الاقتصاد بطريقة متوازنة وآمنة ومستدامة وهذا يعني الإبقاء على بعض الإجراءات لاحتواء سرعة انتشار الفيروس والمساعدة في تقليل العدوى البيانات الحالية للسلطات الصحية أكدت أن ارتفاعاً كبيراً بأعداد الإصابات متوقع خلال الأسبوع المقبلة مع احتمال تسجيل 100 ألف إصابة يومياً بحلول الشتاء بحسب خبراء الحكومة البريطانية اتخذت قرار إنهاء الإجراءات اعتماداً على بيانات الإصابات بفيروس كورونا وأعداد من يدخلون المستشفيات ومع نجاح عمليات التطعيم يبقى هاجس ظهور سلالة جديدة هو الأكبر مما يعكر صفوى العودة إلى الحياة الطبيعية جيابا بصفية سكاينيوز عربية من مقر الحكومة البريطانية لندن شكراً لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب